كنا وصلنا للكنيسة أثناء القداس وبعد انتهاء الصلاة كان لقاءنا مع الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي والبساتين ودار السلام الأنبا دانيال بيشغل أيضاً منصب سكرتير المجمع المقدس بدأ سلك الرهبنة سنة 1982 وهو من أبناء دير السوريان في ودي نطرول عرفت أنه قبل الرهبنة كان طبيب واسمه الدكتور جمال جورجي لماذا اختارت العائلة المقدسة مصر؟ يعني انطلاق الرحلة كانت من بيت لحم بفلسطين وحول فلسطين بلاد أخرى وحول فلسطين شرقاً وغرباً يعني ممرات أخرى لماذا مصر بالتحديد؟ في الكتاب المقدس من العهد الأديم مصر تمثل الأمان والنجاة للمنطقة بتاعة فلسطين مثلاً إبراهيم أبو الأباء لما حصل مجاعة جي مصر يعقوب لما حصل مجاعة جي مصر يوسف كان من كبار الوزراء في مصر قائم على بيزانية مصر يعني كتير من الأنبياء ابت والعهد القديم اللي كانوا مع اليهود جم مصر حماية أشعيان نبي وأرمية كانوا بيهربوا من الحروب هناك ويجوا مصر للأمان ففي الخلفية اليهودية مصر هي الأمان وهي الملجأ وهي الشبعة لما حصل اضطهاد من ملك هيودس على العائلة المقدسة كان أكثر حتى يحسوا فيها بالأمان والبعد عن هذه التهديدات أنهم يجوا مصر كمان مصر كانت بلد طول عمرها مستقلة وما حدش يقدر يخشها بسهولة غير البلاد الأخرى كان ممكن أي حد بيروح يبين على أن السلطة اللي كانت موجودة في مصر سلطة مستقرة وقوية وسيطرة على البلد وهكذا كمان بعض المسافة شوية فيه صحرة وسينة سينة كبيرة أوي أوي دي بعيدة عن البلدين عن بعض فتخلي اللي عايز يتابع أو اللي عايز يروح ورا يفكر عدة برات فنوع من الأمان في البعض بتاعه كان توجيه إلهي طبعا هو في الكتاب المقدس واضح أنه الملك جبرائيل ظهر يوسف وقال له خد الطفل وأمه وهرب إلى أرض وصين لما جيه مصر برضو قاعد يتجول يمين وشمال وغالبا كان بيقاد من الملائكة برضو وفي الآخر المطاف قال له ارجع إلى أرض فلسطين لأنه قد مات الذين يطلبوا النفس الصبي فكان الحركة كلها جاي من السماء ملائك بيظهر بعمر ربنا بيوجه يمين وبيوجه الشميع شيء جميل أن نذكر دايما أنه اسم مصر على سبيل التحديد ذكر فيه الديانات الكتاب المقدس كلمة مصر ومصريين ذكرت أكثر من سبعمة مرة لأنه كان دي البلد اللي هي محبوبة ليداكم اللي هي مكان الأمان ومكان الراحة ومكان الشبعة وجاءت في القرآن بنفس الاسم أيضا فده شيء الحقيقة جميل جدا طيب هذا المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي غير المصار الرحلة أو يعني بدأ من هنا التوجه إلى الصعيد فكانت نقطة فاصلة في الرحلة كلها الحتة اللي في وجه بحري قريبة من بعض فكانت المطاردة بتوع رجال هيرودس سهلة فكانوا بيتنقلوا وأكتر مكان كان بيقعدوا فيه كان بيقعدوا فيه أيام لأنه بيقعدوا وراء بعض هنا بقى المحور الأساسي إن هم فكروا إن هم يركبوا النيتل مش بري بقى كل الأمور الأخرى اللي قبل كده كانت عن طريق بري بري وصم إنه هم بتدوا يتجهوا في اتجاه طوق لي فنوع من الأمان في الأماكن اللي راحوا فيهم وهم في الطريق بتاعهم عبروا على عدة محطات وكل محطة كان بيقعدوا فيها بعض أيام أو بعض أسابيع أو أكتر لغاية المحطة الأخيرة اللي كانت في الدير المحرر اللي قعدوا في ستة شهور يعني من هنا لغاية السعيد رحلة طويلة ورحلة شاقة جدا يعني مفترض إن فيها رجل كبير وسيدة وطفل كيف استطاعوا أن يصلوا بقارب مجرد قارب وطبعاً بداي يعني إلى هذا المكان أولاً هي أقل شقاءاً من الطرق البرية لأن الطرق البرية اعتمد على المشي والركوبة ما فيش حل آخر لكن المياه هو راكب في المركب قعد مرتاح ثم إنهم خدوا عدة محطات كثيرة جداً يعني في السكة المحطات اللي احنا نعرفها حوالي بتاع مثلاً عشر محطات أو أكتر وربما يكون أكتر من كده احنا معرفنهاش فالمحطات دي بتبقى فترات راحة كيف احتفظت الزاكرة بهذا المصار لقرون طويلة؟ لا هو البابا توفيلس سنة وعشرين ظهر له ملاك وكان هو بيتمنى يعرف مصار رحلة فظهر له ملاك وإداله مصار رحلة وبالتحقيق وجدت الأماكن اللي هي موجودة أو اللي ذكرها البابا توفيلس في المذكرات بتاعته هي نفسها أماكن واضح فيها أن العائلة المقدسة زارتها يعني مثلاً لما نشوف الأماكن البحري كلها فيها آثار زيارة العائلة المقدسة في النطرية مثلاً في ودي النطرون حاجات زي كده فيه مازال يقول البير اللي شربت منه العائلة المقدسة الحجر اللي قاعدوا عليه المكان وهكذا هنا مثلاً فيه السلم قالوا السلم ده مثلاً نزلت عائلة العائلة المقدسة ففيه بعض الأثار تؤكد الرؤية أو اللي ظهرت للبابا توفيلس واللي كانت مسلمة من جيل إلى جيل طيب ماذا تمثل هذه الكنيسة في هذه الرحلة تعتبر محطة يعني رئيسية وإن كان العائلة المقدسة ما عادتش فيها كتير لكن هي محطة لا ذات مغزة روحي وذات مغزة يعني لأنها هي بداية الطريق عبر الصعيد أو إلى الصعيد بنتكلم على مشروع الدولة الخاص بمصر العائلة المقدسة يعني كيف تراه الآن وإلى أين وصل والحياة المشروعة جميل جداً وكان بدأ بالاحتفالية التي تعملت سنة 2000 وزارة السياحة كانت عملت احتفالية رائعة جداً كانت في نهر النيت أما بهذه الكلية بالضبط بنسبة مرء 2000 سنة على زيارة العائلة المقدسة لهذا المكان فكانت احتفالية جميلية وهي دي بقى اللي وجهت أنظار الناس أن في مكان أسري مهم حلو جداً في مصر خط مصير العائلة المقدسة وهو ده المكان البلد الوحيدة خارج فلسطين اللي زارتها العائلة المقدسة من هناك لهنا والرعودة ما فيش أكتر مي يعني بلد الوحيدة في العالم اللي زارتها العائلة المقدسة بتدت وزارة السياحة تفكر طب ليه من أعملش سياحة دينية ييجوا يزوروا هذا المصار وبابا الفاتيكان طلع وقال أن ده يعتمد كنقطة من المصار العائلة المقدسة فالدولة بتعمل مجهودات عشان خطر تنظم هذا المكان عشان يبقى مش مش بس العدرة في كل المصار بتاعها في حدة أماكن عشان يبقى يستقبل الزوار بطريقة لائقية